بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرع المرسلين الواصل شابتر 7 نرى المقطع الرابع Log Mean Temperature Difference Method هنا عندنا Parallel Flow Heat Exchanger نأخذ هنا Differential Section نأخذ عليه Energy Balance معناها نرى ما بين النقطة هذه والنقطة هذه طبعا الفرق في درجة الحرارة بالنسبة للهوت هو DTH وبنسبة للكولد هو DTC وكمية الحرارة المنتقلة من النقطة هذه A إلى النقطة 2 هي Delta Q.HOT.CP نفس الشيء بالنسبة للكولد نطلع قيمة DTH و DTC هنا و نأخذ الفرق ما بين الاثنين إذن فرق ما بين الاثنين اللي هو DTH منوس DTC نطلع ال D نفس الشيء و نطلع هنا DQ Dots من بره لعمل مشترك إذن يبقى عندي بس واحد على .CP C و H حلو نشوف كمية الحرارة اللي هي انتقلت ما بين الهوت والكولد طبعا على المساحة اللي عندي اللي هي DAS تساوي U TH-TC TAS هذه هي قيمة DQ.DOT اللي هي هذه قيمتها نأخذ نعوض عنها هنا في هذه المعادلة و نعيد ترتيب المعادلة هذه من جديد بحيث انها صارت عندي بهذا الشكل نفس المعادلة نكامل المعادلة هذه طبعا من الواحد من واحد إلى اثنين تعطينا هذه المعادلة طبعا و نظهر عندنا اللوغ لأنه كان عندنا هنا DX على X هلأ بدنا نشوف طبعا بالنسبة لل COLD المعادلة ال Q.DOT معروفة انها M.CP في COUT MINUS TCN بالنسبة لل HOT كمان نفس الشيء لكن نفس كمية الحرارة اللي انتقلت هي نفسها من ال COLD لل HOT ومن ال HOT للكم ليش جبنا هذه المعادلة لأنه هذه 1 over M.CP بالنسبة لل H هذه قدر نجيبها من المعادلة اللي هي ال Q.DOT مباسرة ملاحظ صارت عندي واحد على M.HCP تساوي THN اللي هي عندي هنا نقسم على ال Q.DOT اللي هي كمية الحرارة المنتقلة فيما بين نفس الشيء بالنسبة لي نجيب بها 1 over M.CP بالنسبة للكل إذن صارت المعادلة هذه كتبناها بطريقة جديدة صارت عندي ال-US كمية الحرارة كمية الحرارة بطريقة 1 over cp 1 over M.CP صارت عندي هذه هي المعادلة لاحظ عندنا هنا ال-Q وممكن نطلعهم ونشترك و- هذا كمية حرارة هل الطرف الثاني كما موجود عندك هنا وحطينا ال- هذا ما فايدت المعادلة لي وعرف أنه log A على B و log A تساوي log B على إيه؟ إذن لاحظوا اللوق هنا كان عندنا THOUT على THIN صارت هنا عندي THIN على THOUT قلبنا البست والمقام بدلناها فجبنا هذا لناحية الثانية قسمنا عليه في الناحية الثانية صار مقسم عليه هنا QDOT جبناها وين للطرف الثاني صارت هنا ونجد عندي UAS بقت مكانها وهذه أعدنا ترتبها بس من جديد THIN THIN جبنا minus THIN هنا ليش؟ لأنه هذه أصلا هي DT1 اللي هي HIN minus THIN نفس الشيء هنا هذه هي DT2 إذن هذا المقدار كله اللي عندي هنا QDOT تساوي UAS مضربة في إيش؟ في ΔT log mean temperature difference وطبعا قيمتها عارفينها هي هذه اللي كانت عندي هنا بس هذه هي DT2 وهذه DT1 هل لو نشوف نقارن ما بين اللي هو log mean والأرثماتيك من temperature إيش هي قيمة الأرثماتيك من temperature هي الأفرش ما بين دلتا T1 و دلتا T2 لاحظة الـ 1 عندي دائما هو هنا دائما هو الـ 1 و هنا دائما الـ 2 بغض النظر عن الـ parallel ولا الـ counter flow إذن دلتا T1 هنا في حالة الـ parallel الأش هي هي الفرق ما بين THN و Tcn THN و Tcn بينما دلتا T1 في حالة الـ counter flow تساوي THN هنا ما ينصيش Tc out ولكنه logarithmic mean temperature difference is an exact representation of average temperature الأverage temperature الـ exact representation اللي ها هو دلتا T log mean لاحظة أنه هذي دائما دلتا T دائما أقل من دلتا TAM هذا الشيء يدل أنه لما نيجي نستخدم arithmetic mean temperature بدلا من استخدام log mean فنحن في هذه الحالة يحصل عندي over estimate the rate of heat transfer يعني rate of heat transfer اللي هي الكريو دوت يحصل أنه نعطيها قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية لما تكون دلتا T1 اللي هي هذه الفرق بينها هي ودلتا T2 لما يكون أقل من 40% يكون الخطأ في استخدام لما نيجي نستخدم arithmetic mean temperature يكون الخطأ عندنا أقل من 1% يكون هذا الشيء مقبول لأنه نستخدم اللي هو الـ TM لكن لما يكون الفرق أكبر يكون الخطأ ساعتها خطأ undesirable خطأ غير مرغوب فيه يعني يكون مستوى الخطأ عنده كبير جدا وبالتالي يكون أحسن لدى أني أستخدمه اللي هو LogMe Temperature Defense السلام عليكم ورحمة الله وبركاته